لو هنروح للأرقام عايز أقول لحضراتكم إن من أكتر الفرق اللي رونالدو سجل فيها هي فريق أتلاتكو مدريد تخيلوا حضراتكم إن رونالدو سجل في 32 مباراة أمام فريق أتلاتكو مدريد سجل فيهم 22 هدف بتكلم في مختلف المسابقات دوري أسباني، سوبر، كاس أو حتى في دوري الأبطال رونالدو طبعاً سجل في أتلاتكو في لقائين في دوري الأبطال سجل فيهم أهداف وكان الريال كان متفوق وعمل فيه مورمونتادا وبالتالي اللي فانتس أعلن على الحساب الشخص لي على تويتر كان حضر صورة رونالدو وهو بزي ريال مدريد وقال إحنا عندنا اللعيب اللي بيعمل لرومونتادا في فريق أتلاتكو طبعاً تصريح كان استفز جداً فريق ريال مدريد وجمهوره اللي خرجوا من على إيد آيكس أمستردام لكن يا ترى هل فريق فانتس هيعمل زي ما فريق سانجرمان وريال مدريد عملوا؟ أو أتلاتكو مدريد عفواً هو اللي هيعمل إيه هم اللي عملوه؟ بريس سانجرمان وفريق ريال مدريد بعد أول مباراة برا ملعبهم كسبوا 2-0 و2-1 لكن المباراة التانية خرجوا بهزيمة سواء بي أس جي أو فريق ريال مدريد وبالتالي أتلاتكو مدريد هيخشى على نفسه من نفس السيناريو وهو الفوز على ملعبه 2-0 والخروج بنتيجة فيها أكثر من هدفين وبالتالي يوفينتوس هو اللي يصعد بعض الأرقام أيضاً اللي هقول لحضراتكم عليها الخاصة به اللقاءات ما بين يوفينتوس وأتلاتكو مدريد يعني بنتكلم في شوية أرقام طبعاً إحنا بنتكلم على إن 81% من الفرق اللي حققت الفوز بنتيجة 2-0 جوا ملعبها في مباراة الذهاب دي نجي حيط إنها تصعد للدور التاني أو دور التمانية من دوري الأبطال بنتكلم فيه 16 مباراة 13 مباراة نجحوا فرقهم بالفوز بنتيجة 2-0 على ملعبهم إنهم يصعدوا للدور التالي في الأدوار الإقصائية أتلاتكو مدريد طبعاً هو أكتر فريق واجه يوفينتوس في دوري الأبطال وطبعاً منجحش إنه يحقق الفوز عليه تعادل في مباراة وخسر فيه لقائن وطبعاً بتكلم فيه الدفاع القوي والعنيت بالنسبة لديجو السوميوني طبعاً زي ما أنا قلت إن أتلاتكو مدريد لم يهزم تحت قيادة سوميوني ضد أي من الفرق الإيطالية إحنا بنتكلم إنه يوفينتوس اتعرض للهزيمة في آخر اللقائين في دوري الأبطال وبالتالي إنه يوفينتوس لو خسر للمباراة الثالثة على التوالي ليه في دوري الأبطال هيكون رقم جديد وريكورد جديد بالنسبة لفريق آل يوفينتوس إحنا نتكلم إنه أتلاتكو مدريد أيضاً بيحقق الفوز خارج ملعبه مرة وحيدة فقط في آخر 8 مواجهات لعبها برا ملعبه في الأدوار الإقصائية في بطول الدوري الأبطال وآخر فوز حققه كان أمام فريق بارن ليفركوزن على ملعب فريق بارن ليفركوزن بنتيجة 4-2 في فبراير 2017 ده بالنسبة للمباراة الأولى المباراة الثانية طبعاً المباراة المهمة جداً آآ بنتكلم على السيتي وشالكة منشست سيتي وشالكة طبعاً مباراة كانت ممتعة جداً مباراة انتهت بـ 3-2 شالكة كان متقدم على السيتي 2-1 حتى كان فيه كارت أحمر ليه منشست سيتي لكن جورديولا العظيم جورديولا العبقري قدر إنه يتفوق على فريق شالكة بنتيجة 3-2 وبالتالي يضمن بعض الشيء إنه يكون موجود في دور التمانية السيتي بيلعب على بطولتين بيلعب طبعاً فيه بطولة الدوري الإنجليزي وهو الآن متصدر البطولة وأيضاً بيلعب على دوري الأبطال وليه لا كل الفرق ليه حق مشروع فيه الفوز بدوري الأبطال وبالتالي بنتكلم فيه مباراة قوية مباراة مش معنى إنه انتهت 3-2 ويبقى فريق ضمن إنه هو يصعد علشان الأرقام هي اللي تتكلم إنه نحن نتكلم في 27 مناسبة أو مباراة قبل كده نجحة الفرق أيضاً اللي كسبت 3 فرق جوه مبارا ملعبها إنه تصعد إلى دور التالي أو دور التمانية أو دور الأربعة في الأدوار الإقصائية السيتي تعرض للهزيمة في ماتش واحد فقط من ضمن آخر 10 مواجهات لعبها على ملعبه أمام خصمة ألماني آخر طبعاً وطبعاً اتعادل فيه لقائين وكسب فيه 7 مواجهات شالكة حق أفوز وحيد فقط من آخر 9 مواجهات لعبها في الأدوار الإقصائية في دوري الأبطال اتعرض للهزيمة في 7 لقاءات وطبعاً التعادل كان فيه مباراة واحدة فقط كلام كتير عايز أتكلم عليه وعايز أتكلم على زدان لكن الوقت طبعاً يعني مش لحقين اتكلم على حاجات كتيرة جداً لكن هنروح لفصل وبعدها نرجع نستقبل أولى فقرات الأهل الإيلة مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جمال الزهير